اشتركوا في القناة ودهمت اكثر من خمسة مستودعات في منطقة المشارقة وصدرت محتوياتها التي تجاوزت عشرات الاطمان من المواد الغذائية والاغاثية وصدرت ايضا اكثر من اربعة ملايين ليرة سورية كانت بحوزة متزاعم المجموعة بالاضافة الى اسلحة غير مرخصة توفرت لدينا معلمات بوجود مواد الاغاثة بمستودعات بمحلة المشارقة وبتوجيه من السيد وزير الداخلية ومتابع من السيد اللواء قائد الشرطة تم تحريد تلك المستودعات والقبض على مجموعة من الاشخاص ومصادرة كميات كبيرة من مواد الاغاثة منها الغذائية ومن المواد الصحية الاخرى بالتحقيق المبدعي معهم اعترفوا باحضار هذه المواد وبشراءها من التجار تقوم هذه التجار بشراءها من الجمعيات الخيرية مستغلين الظروف الامنية للوطن كما صادر عناصر الفرعي ايضا شاحنة قاطرة ومقتورة محملة بحوالي خمسين تون من المواد الغذائية والاغاثية المسروقة على محور طريق عام حلب خناصر توفرت معلومات بوجود سيارة شاحنة كذلك تقوم بنقل مثل هذه المواد باتجاه طريق خناصر تم القاء القبض عليها من قبل دورياتنا المتواجدة هناك واحضارها فتبين بانها تحمل 48 طون من المواد الغذائية المخصصة للاغاثة تحقيقاتنا مستمرة لالقاء القبض على الاشخاص المتورطين في هذا الموضوع سواء كانوا من الجمعيات أو من أشخاص أخرين إذن هي النهاية الحتمية لكل من يحاول أن يعبث بأمن حلب وأمن المواطن والفضل دائما وأبدا للعين الساهرة على أمن الوطن والمواطن شادي حلو التلفزيون العربي السوري المشارقة حلب